هقد رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبول اجتماعا مع الشيخ فايصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي لصناعات الغدائية وذلك لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية وفي مستهل الاجتماع أشهد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغدائية مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل توسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية من جانبها أكد الشيخ فايصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر